من برح كنا بنحتفل باليوم العالمي للغة العربية وهو اليوم اللي خصصته الأمم المتحدة للاحتفاء بهذه اللغة العظيمة وهو يوم 18 ديسمبر من كل سنة حسب الأمم المتحدة اللغة العربية هي من أكتر اللغات انتشاراً واستخداماً في العالم بيتكلمها يومياً حوالي 400 مليون نسمة أو 400 مليون شخص من سكان العالم عشان كده اختارت جامعية الأمم المتحدة في سنة 1973 إنها تخلي اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة عشان كده دفنا النهاردة شاب قرر ان هو يستخدم خبراته في اللغة العربية وقدم محتوى على الانترنت بينصح به الناس باللغة العربية ويصحح الأخطاء الشائعة ويوجههم للكلمات الصحيحة أو اللي ما يعرفوه عش خلونا نعرف أكتر عن مبادرة دكتور لغة العربية من دفنا اللي ننورنا النهاردة الأستاذ محمود محمد مؤسس مبادرة لغة العربية لشرح وتبسيط قواعد اللغة العربية أهلا وسهلا بي أهلا وسهلا بي أستاذ محمود يعني إيه هي دكتور لغة العربية؟ إيه هي المبادرة حكي لنا عنها دكتور لغة العربية بدأت من ثلاث سنين كانت الفكرة فكرة دكتور جاية من فكرة طبيب كطبيب إن أنا بعالج فوبيا اللغة العربية يعني ده كان الشعار بتاعي لعلك فوبيا اللغة العربية اللي هي طبعا لإيه؟ النحو يعني أنت عايزت تقوم بدور الطبيب اللي بيعالج مشكلة عنده مريض مشكلة النحو آه يعني ده كمثال طبعا لكنه مش مرض ولا حاجة لحصل حد بس ياخد الكلب وده طبعا مهد الفكرة بالنسبالي وفتح لي الطريق طبعا إن أنا أكمل بعد كده في الدراسات العالية وإن شاء الله ماشي بقى في طريق دكتورال فعلية ربنا وفقك الله يكلم ساعتك بقى يعني تبقى الدكتور بجد بقى دكتور لغة عربية بجد مش مجرد بنمثل إن حركة طبيب بالضبط طب احكي لي بقى أكتر الناس بتتفاعل معاك إزاي؟ آآ بصراحة الموضوع طبعا في البداية كانطلاقة كان بطيء شوية كبطء اليوتيوب وإن أنا داخل وسط عالم السوشيال ميديا برضو مش سهل دلوقتي يعني متأزل أول يعني في ناس كتير قوي بتعمل بتقدم محتوى على السوشيال ميديا شفت اللي اسمه إيه اللي بيعمل إيه ده عارف دلوقتي تقريبا كل الناس تعمل كده وحرك راح الحتة صعبة برضو شوية فأكيد ده خد معاك وقت وقابلت الصعوبات صح؟ طب احكي لي بقى الناس بتقولك إيه وانت بترد عليهم بتقولهم إيه؟ هو بصراحة أغلب يعني أنا بحاول إن أنا ألغي الطريق التقليدية اللي هي إن حد يكلمني وأنا أرد عليه بعد فترة جبيلة بحاول إن أنا أكون في تواصل مباشر مع الناس داي إزاي بقى؟ يعني إن أنا بتابع أي تعليق بيجي بيجي لي طبعا بإشعار فبحاول إن أنا أرد عليه في أقرب فرصة بحيث إن الناس تحس باهتمام ما تحسش بإن إحنا بعادة عن بعض مش مجرد فيديو بنزله قاصد بيه المشاهدات العالية أو قاصد بيه الترند أو قاصد بيه أي حاجة من الحاجات اللي بتحصل أو اللي إحنا بنشوفها وما بنعرفش إنه وصل لصاحبها فبالتالي إن أنا بحاول إن أنا أكون متاح معي أغلب بقى الأسئلة اللي بتيجي هي بصراحة أغلب الحاجات اللي بتيجي بتبقى رسائل شكرة أكتر من إنها أسئلة على تبسيط المعلومات وعلى الطريقة اللي بوصل بيها المعلومة الحمد لله يعني طريقة غير تقليدية اللي الحرك بتتعامل بها يعني هل بتشرح مثلا قواعد النحو بشكل مثلا مختلف عن العادي اللي بيقدمه المدرس في المدرسة أو المتعرف عليه اللي إحنا كلنا عارفينه أه شوية يعني يمكن اللي مساعدني في ده عامل السن إن أنا سني قريب من التلاميذ شوية أنت مستهد في فئة عمرية معينة؟ أنا بستهد في كل الفئات العمرية طب الأكتر من أي فئة؟ الأكتر يعتبر على القناة من الإحصايات يعني الفئة اللي هي لحد مثلا 21 سنة آه فئة الشباب يعني وربما الأطفال كمان وفي أولياء الأمور آه عشان يساعدوا أولادهم عشان يساعدوا أولادهم دي فئة كتيرة جدا وأغلب الأسئلة بتجي من أولياء الأمور كتفاعل كأسئلة بقى يعني دايماً الطلاب تعليقات التلاميذ الصغيرين بتبقى تعليقاتهم أغلبها شكراً إحنا فهمنا المعلومة ممكن حد يقول ده أنا أول مرة أفهم النحو في حياتي طريقة بتاعتك حلوة يعني بيسني على أدائك مثلا لكن أولياء الأمور بيبقى عندهم أسئلة بقى أسئلة بيبقى أسئلة الحاجات اللي وقفة معاهم الحاجات بحكم طبعاً نقص عمل الخبرة معاهم إنهما ممكن مش تخصص فبيبقى بيبقى بيبقى عندهم بعض الحاجات بيبقى عندهم بعض التعليقات أو الملحوظات فبيبقى عندهم أسئلة أكتر هل في أسئلة غريبة جات لك حسيت إن إيه السؤال ده ماليش إجابة عندي مثلاً ولا كل أسئلة حاجات تقليدية عداياً بتبقى حاجات غريبة منهم هم مش حاجات غريبة في اللغة يعني حد بيبقى مستغرب مثلاً إن الجملة الفعلية روكنين بس مش ثلاثة لهم الفعل والفعل وفي ناس كتير جداً متعرفش فعل وفعل فعل وفعل تقول مفعول المفعول بيبقى هي دي الفكرة إن مش دايماً بيجي مفعول به يعني الروكنين الأساسيين الفعل والفعل فمسلاً ممكن أقول جاء الولد إلى المدرسة فهنا الجملة كملت وكملت بحرف جر واسمه مجرور فمحتاجتش الجملة الفعلية مفعول بيه لكن مفيش جملة فعلية بتجي من الجيل فاعل فعل وفاعل عمله ممكن بقى حاجات فيه فعل اسمه فعل لازم وفيه فعل اسمه فعل متعدي تخصصات بعد كده نخش بقى في تفاصيل بس طبعاً المفروض كتربية وكتأسيس إنهم هيتأسسوا على إن الجملة الفعلية فعل وفعل ممكن يبقى فيه مفعول بيه ممكن ما يبقاش فيه مفعول بيه كتعليم إنهم بس أي حاجة وفيه مفعول بيه ثاني كمان وفيه مفعول بيه ثاني أفعال متعدية الأكثر من مفعول يعني طيب خلينا أسألك عن فوبيا اللغة العربية الناس بتخاف قوي من اللغة العربية عرغم إنها لغة يعني رصينة كده وجميلة وممتعة أنا بحب اللغة العربية لن أدعي يعني إن أنا جامد ولا حاجة بس يعني بحبها يعني حتى لما تسمع مثلاً قصيدة كده الست مكلسون بتغنيها باللغة العربية تستمتع يا أخي استمتع بجمال اللغة وطبعاً يسيبك من صوت الست ده في حتة الواحد والس ايه جمال اللغة كمان وأشعار بقى لشعرقنا ودبقنا وطريقة الكتابة الأدبية والبلاغة حاجة عظيمة جداً الناس خايفة منها وتحس إن حتى الطلبة دائماً يقولك أصحب لغة اللغة العربية أو من ضمن يعني اللغات الصعبة والناس مش متمسكة قوي بي ليه؟ إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن النحو هو اللي عمل لهم المشكلة عشان كده التركيز الأساسي بالنسبة لي حتى في الفصل إن أنا بركز على سؤال النحو لو سهلت الصعب وخليت الولاد داخلين الامتحان حاسين إن النحو سهل هيحسوا إن بقيت الامتحان سهل فبالتالي مش هيحسوا إن اللغة العربية صعبة ولا حاجة وفي نفس الوقت النشاط يحببهم أكتر في اللغة العربية إزاي؟ يعني مثلاً إحنا عاملين مبادرة برضو عاملها في الفصل عندي إن آخر عشر دقايق في الحصة بتبقى الكلام باللغة العربية الفصحة لطلاب في المرحلة الإعدادية طبعاً الموضوع في البداية قبل بالسخرية والهزار ويحاولوا اللي هو يعني أغلب الكلام كان بيطلع نعم يا سيدي وحاجات كده فطبعاً مع الوقت وكنت معلقين لوحة كده في الفصل لنص لوحة إن هما كل يوم بيجيب اتنين منهم معلومة في اللغة العربية بعض الأسماء لوا كأنها مسبقة مثلاً هما بنفسهم اللي بدأوا بعد كده يتسبقوا إن هما يجيبوا معلومة جديدة في تنافس في تنافس وفي نفس الوقت بدأنا نحط إن إحنا نميز أكتر تلاتة في الأسبوع تكلموا اللغة العربية يجيبوا معاهم معلومة زيادة كإضافة يعني أنا جبت النهار ده معلومتي ممكن لو بقيت من أحسن تلاتة أجيب معلومة إضافية فبدأ يبقى في تنافس في التحدث كمان فالموضوع ده شجع الولاد إن هما يهتموا باللغة العربية أكتر وإن هما يقرأوا صح وإن هما يبتدوا يعبروا وده يحسن عندهم الإملاء والتعبير يعني يبتدوا في التعبير طب بس خلينا نقول حركة على حاجة بيني وبينك كده أو مش بيني وبينك بصراحة يعني النحو مستهل النحو مستهل طبعا ما نقدرش نقول إن هو سهل طب يعني طرق تسهيله كمان غير يعني مش كل الناس هتقدر توفر لحضرتك بتقوله أنا كالد قاعد في البيت وعايزة أبقى ساطر في النحو أطالب طالبها حد كبير ومحتاج يعني يحسن نفسه في اللغة العربية يعمل إيه؟ أنا شخصيا بصراحة بعتبر إن النحو ده بشبهه إلى حد ما بالرياضة في بعض الحاجات يعني أنا بعتبر إن القطعة بتاعتي مكتوب فيها 1 زائد 1 و2 زائد 2 فمثلا جيك أستخرج بيقول استخرج رقم 4 أنا عارف إن رقم 4 2 زائد 2 فهجيبي 2 زائد 2 من القطعة بمعنى إن أنا عارف القادة بس في المدارس مع ضيق الوقت وفي كدراسة عموما غير بقى فكرة إن الدراسة وحاجة صعبة وكل ما الحال سنوية العامة بيجروا الأمر وكذا مادة فالوقت دايع جدا على التطبيق كل ما نطبق أكتر كل ما نوصل لنتيجة كويسة جدا وكل ما التطبيق يبقى خارج الدراسة كل ما النتيجة تبقى أحسن وأحسن إن إحنا ندي أنشطة في البرة يعني تصويب الأخطاء الإملائية اللي موجودة في الشوارع في اللافتات الإعلانية على السوشيال ميديا في قناة التلفزيون ودي بنشوفها كتير جدا كل الحاجات دي تخلي الولاد خلاص بقى القاعدة بالنسبة لهم تثبت تصويب الأخطاء الإملائية في أسمائهم ناسة بتكتب أحمد مثلا من غير همزة فدي بتتحول لفعل أمر إحمد بدلا ما بقول أحمد فبقول إحمد الله فكأني بطلب من حد إنه ويحمد مين؟ ربنا ففي حاجات بسيطة جدا في اللغة العربية تفرق وتغير معنا الكلمة صغيرة ودقيقة لكن بتغير المعنى جدا النقطة تفرق لأن الحقيقة اللغة العربية ثارية بيها مفردات كم مفردات يعني بص كتير على فكرة مش بأخذ حاجات لو أحمد وإحمد اللي انت قلتها دي طبعا بص راحت من فين لفين حاجة ثانية خالص المعاني نفسها والألفات الثارية الحب مثلا في فرق بين الحب والعشق والهيام والجنون حاجات كتير جدا في معنى واحدة بسرعة كده اختلاف الدرجات بقى اه يعني هل كل مراتب هي؟ اه طبعا يعني العيش ما تقول لحد انا بعشقك ده اقوى بقى ام الهيام ايه؟ الهيام الزيادة بقى ده بعد العيش؟ اه اعلى من العيش؟ اعلى طبعا يعني الهيام ده اقوى حاجة بقى اه يعني طب حلو الله يعني معلومات اه فيه لكل حاجة فيه منها الفوز كتير جدا عندك مثل اعلى في اللغة العربية السيد محمود؟ اه مثل اعلى بصراحة يعني والدي الله يرحمه رحمة الله اه كان مدرس لغة عربية برضو اه ومدرسيني مدرسيني اللي كانوا بيدرسهم حقا مدرسيني اللي كانوا بيدرسولي في اه هل بتتواصل معهم لحد الان؟ اه طبعا طبعا في السنوات العامة مدرسي عندي طبعا السوشيال ميديا الرابط اه صحيح المسافات كتير جدا وكل بقى أساد زيتي ودكاتريتي في الجامعة الحمد لله العلاقة كويسة بيهم وأساد زيتي في المدرسة واي حد اكبر مني عموما يعني احنا بنتعلم صحيح وهنفضل نتعلم لحد الامرانية وخصوصا في اللغة العربية وفي كل حاجة والله في كل حاجة فدايما بسيب الرابط والفرصة ما بيني وما بين أساد زيتي طبعا اللي مفضلة علي بعد ربنا طبعا وأهلي يعني عايز تروح باللغة العربية الفين من خلال مبادرتك عايز اروح بيها انها تبقى هي الحاجة المحببة للأولاد تبقى فعلا نرجع بقى لانها تبقى اللغة الام تبقى الحاجة الأساسية بالنسبة لنا تبقى لما نشوفها مثلا يعني إشارات المرور دلوقتي بدأ تتكتب في إشارات المرور مع التحديث بتاعها باللغة الإنجليزية في الشوارع بس بيبقى مكتوب بالعربية برضا بيبقى مكتوب لانه هو فيه جزء برضا في الموضوع الثقافة والسيح ولو عندك اه صحيح سائح أو حتى براش يقرى لغة عربية فده حق وعليمه فطبعا فالحاجات دي طبعا إحنا نستخدمها بقى نستخدم اللغة العربية في التعبير نستخدمها في أنواع الفنون بتاعتها الأدب والتأليف الشعر الناثر الحاجات دي كلها يبتدي الأولاد يستخدموه لأن طبعا الواقع اللي احنا فيه دي الوقتي مؤسف جدا إن ممكن تلاقي حد بيتكلم إنجليش كويس واللغة العربية بالنسبة له أو يجوا يسألوا السؤال الأشهر أنا هستفيده من العربي لا هتستفيد كتير قوي أنا بقولك والله هتستفيده كتير قوي لا غنى عنها يا لغتنا الأم يعني طب إيه ركفي الحكاة الفرانكو أرابك اللي هو الكتابة بالإنجليش أكيد أنت فاهم أنا بتكلم عنها أكيد إيه الحكاة دي بقى حكيلي عنها كلا من رولة نظرك أنت تبقى كأستاذ لغة عربية لا دي بدايت بدايت إن هما يبعدوا اللغة العربية عن أولادي يعني حتى أنا عايزة أتكلم عربي هتكلموا بالحروف اللاتينية فده بدايت نحوض نتصد ليه إزاي يا أستر محمود؟ نتصد ليه إن إحنا نحاول ما نتكلمهاش إن إحنا نحاول ما نستخدمهاش يعني مثلاً وليه الأمر ماشي مع حضرتك بتقولي أنا كده وأنا ممكن أسمع كده مع حضرتك لكن في حين إن فيه طالب هو متعود على كده أو طالبة شابة أو فتاة صغيرين في السنة وهم متعود خلاص على كده يا أستر محمود بقى أنت تعطينا إيه اللي هيحصل يعني إيه الضرر منه؟ هو هو أخذ الأمر ببساطة حسب تفكيره وجهة نظره وسنه يعني ما نقدرش نقول عليه إن هو عمل جريمة بس إحنا بنحاول نوعي فأوليها الأمور يعملوا إيه؟ علشان يقدروا يمنع أولادهم من ده ونبقاش برضه بشكل سيء لأن تعرف حركة ممنوع مرغوب هلأ عندك حل سحري كده؟ الحل إن إحنا نرد عليهم باللغة العربية مهما كلمونا بفرانكو نرد باللغة العربية طب نحطهم في الوضع بقى أمر واقع بقى فخلاص هو لازم يقرأ معي وشوية شوية هيلاقي نفسه مش قادر يعبر بالفرانكو لأن في حاجات بتوقف في حاجات في اللغة الإنجليزية البقاء للأقوى يعني اللي نفسه أطول طبعا وفي اللغة الإنجليزية أنت ممكن تلاقي كلمة واحدة تعبر عن أكتر من معنى غير طبعا زي ما ذكرنا في اللغة العربية اختلاف الدرجات في الحاجة الواحدة المعنى الواحد ليه خمسين مفرد ليش خمسين بمعنى خمسين بس ليه مفردات كتير وكتير جدا ممكن يعدوا المية وخمسين في بعض الحاجات في بعض الحاجات اه وتفصيلات بقى يعني تفصيلات دسة من وأنا في الطريق طبعا باحتفالا باللغة العربية مبارح كنت شايف أن مثلا الكلمات اللي بتبدأ أو أغلب الكلمات اللي بتبدأ بحرف الكاف أغلبها يدل على الاحتواء زي كيس وكف وكوكب وكلمات اللي بتبدأ بحرف الجيم والنون أغلبها تدل على الاستطار زي جن مثلا وجنة الجنة اللي هي الحديقة اللي تاخد بها الأشجار فما تقدرش تشوف اللي جواه زي جنين الجنين اللي في بطن الأم ففي تفاصيل في اللغة العربية لو الولاد بحثوا عنها بنفسهم هيحبوا اللغة العربية والله ده كلام جميل قوي فالموضوع ممتع مش مجرد بس دا حقيق دا حقيق بأستاذ محمود محمد مؤسس مبادرة الدكتور لغة العربية لشرح وتبسيط قواعد اللغة العربية بشكر حضرتك جزيل الشكر شرفتنا ونورتنا شرفت الشرف بعد الفاصل هنتكلم عن اهتمام مؤسسات مختلفة للدولة ومبادرات أيضا تتعاون مع مؤسسات الدولة لدعم التعليم الفني وخاصة للفتاة بعد الفاصل اشتركوا في القناة